بداية الاقتصاد من مصر حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46 مليار و334 مليون دولار في يونيو من 46 مليار و126 مليون دولار في مايو قال المركزي المصري أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي قفز بزيادة بنحو 258 مليون دولار عن الشهر السابق ليسجل مستوى قياسي جديد وأضاف البنك المركزي أن أرصيدة الذهب المدرك باحتياطي النقد الأجنبي سجلت 9 مليار و485 مليون دولار بنهاية يونيو 2024 كان صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد بلغ 46 مليار و126 مليون دولار في مايو الماضي مقابل 41 مليون دولار بنهاية أبريل التي تعد أعلى زيادة في الاحتياطي الأجنبي النقدي خلال السنوات الأخيرة